ازايكم عاملين ايه؟ انا منا من دراسة ودي بارتو من All for Love الفواتيك دراما اللي كتبها جون درايدن في الجزء ده حندسكس البرولوج اللي كتب فيه درايدن الغرض الحقيقي ورا كتابة المصرحية الشعرية ديت حندسكس الاريجينز اللي درايدن اعتمد عليها علشان يكتب المصرحية الشعرية المستوحى من قصة أنتنيان كليوباترا وكمان حنقول ثمري بسيط وسريع عن القصة بالدور حوالين ايه؟ اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا علشان يوصل لكم بارت 3 من جون درايدن All for Love وكمان علشان تتابعوا كل الفيديوز اللي احنا بنعملها في الليتراري اناليسيز على كل الاعمال الدرامية والروايات والاشعار العالمية ولو عندكو اي اسئلة سيبوها لنا في كومنت على الفيديو ده يلا نبتتي The story of Anthony and Cleopatra how it came to be told وهنا هنعرف بس مع بعض قصة أنتنيان كليوباترا اللي هي تعتبر الكور بتاع All for Love جت منين وأساسها ايه All for Love أو البويتك دراما بتاعت All for Love هي اعادة ثرد لحكاية أنتنيان كليوباترا المشهور واللي دلوقتي بتقترن بالأساطير كتبها المؤرخ بلوتارك في كتابه Parallel Lives ودي كانت أول مرة نسمع فيها قصة أنتنيان كليوباترا من الغرب بالتحديد في القرن الثاني الميلادي في كتاب عن حياة الرومان القدماء أو الانشينت رومانز وذكر فيها بلوتارك بالأخص قصة حب أنتني وكليوباترا بعد كده في الرنسانس جيشك سبير وبالتحديد سنة 1623 وكتب مصرحية أنتنيان كليوباترا وبعدها بأكتر من نص قرن وبالتحديد سنة 1677 كتب درايدن All for Love من بريسبكتف جديد لقصة أنتنيان كليوباترا The Prologue for All for Love البرولوج هو زي مقدمة شعرية للمصرحية بس سنة دي مصرحية شعرية فالمقدمة الشعرية يعني حاجة زي counterproductive However, درايدن في وسط السطور عرفنا شوية the real purpose of writing All for Love تمام? خلونا نقرأ مع بعض The Prologue وبعدين نحلل هو مشي زي على نيو كلاسيكال ترديشن وإيه الحاجات التانية اللي ورا شخصيته اللي بينت في البرولوج يمكن بقصد أو من غير قصد البرولوج بيقول the following has been told as sad as titles and almost as old البرولوج لو بصيتوا معايا في أول كام سطر اللي احنا عملينهم بالأحمر دي image extended ده متفر اكستاندد بيشبه الكريتكس اللي جايين يحضروا المصرحية ويتفرجوا عليه علشان يبدأوا يكتبوا الكريتسيزم بتاعهم زي الفولتشرز أو النصور أو سلح حيوانات الجرحة اللي هي الطيور الجرحة اللي بتستنى الجسس علشان تبيك عنت وتكلها تمام وفضل على فكرة ماشي على اللاين دوت بتاع الاكستاندد ماتفر أو الكونثيت فترة طويلة حتى بقيت البرولوج بيكمل على بيبني على الوصف ده المفروض ان اي بوت على الملأ على الاقل وقدام الناس المفروض بيتصنى على الاقل انه بيتقبل النقد لكن اللي احنا شايفينه هو وخصوصا دي مقدمة شعرية ان درايدن واخد موقف احترازي كده he's being defensive even before his play starts he's attacking his own critics even before he presents his artistic production تشبيهوا للcritics بانهما flux of vultures مستنيين من الاخر البوت يقع علشان يهجموا عليه تشبيه يمكن يكون قاسي شوية واحنا ما تعودناش عليه كتير however في الrestoration كان واضح ان دايما فيه clash ما بين الartists وما بين الكريتكس واضح ان دول ما بيقبلوش دول او يمكن يكون درايدن lead this idea وفيه احتمال تاني وده يمكن الاحتمال اللي احنا اريناه كمان لما هندخل في الpreface سوا ان درايدن مش منه اللي بيتقبل النقد لان الايجو بتاعه اعلى بكتير منه يقبل نقد سواء كان بناء او هدم من اي حد طيب تعالوا نبص لناه classical tradition وهو مش يفيه ازاي في البرولوج حتى وان احنا شايفين rhyme scheme يعني شايفين في نهاية السطر الاول والتاني day وpray وplay event وcent time و rhyme told وold ففيه rhyme scheme فهو actually ماشي على الclassical rules of writing تمام دايدو ده اللي احنا شايفينه في اخر سطر بالاحمر this is an allusion for a myth the myth of daido تمام اليوسوف language في الكام سطر دول مش هتلاقوا فيهم اختراع هتلاقيهم almost as old as the sheiksperian way اوكي فهو بيحافظ على التراث اللغوي اللي المفروض by the restoration period كان بدأت اللغة تبقى أسهل من كده شوية لكن درايدن رجعنا تاني للstyle بتاع شاكسبير وكريستوفر مارلو الي كان موجود في الرنسانس تمام الراشنالزم في الموضوع باين جدا احنا مش شايفين passion احنا مش شايفين emotion مش شايفين لعبة على العواطف اكتر من هو اللعبة بالmindset بتاعت الناس علشان من الاخر يحضرنا ان احنا لذات نفسنا ما نقبلش اي كريتسزم ضده تمام مصرحية old for love بدأت من بعد the battle of actium اللي اتغلب فيها ماركس انتونيس من اوكتافيا السيزر بسبب خيانة كليو باترالي واقعدنا سين كامل نسمع خيبة امله واحباطه واحساسه بالضياع من بعد الهزيمة في مشهد مختلف بعد كده بنشوف سيرابيون والاكسس اتباع الملكة كليو باترا من الكهنة المصريين والخدم الخاص بيها مركزين كل تفكيرهم في انهم يعملوا احتفالات بمناسبة عيد ميلاد انتوني عشان يفرحوا الشعب والحاكم وينسهم هم الهزيمة الفاستفال ده طبعا اتقابل بمنتهى العجرفة من قبل فنتيديس احد اكبر الرومان جنرالز وصاحب انتوني الانتين قاعد يتزمر من انعدام الفكر والمنطق عند المصريين وامر رجاله انهم يكونوا عمليين ويركزوا في التدريب للمعركة اللي جاية بلا احتفالات بلا كلام فارغ وفي مشهد بعد كده مليان بالسيسانة والميلو دراما والافورة بتاعت امينة رزق بنشوف انتوني لسه قاعد يند بحظه وبيشاركو فنتيديس في الخيبة القوية ويقطع في فروة كليوباترا ويصطاد في المايا العيكرة وعايز يرمي عليها كل البليم بتاع الهزيمة على اكتف ري كده بنبدأ نشوف الفرق بين اكتافيا ميرات انتوني وكليوباترا وفي مشهد واحد بنشوف انتوني هو بيواجه اكتافيا بان حبه لكليوباترا فوق كل شيء وقدي ايه الزوجة الرومانية بتحط الواجب قبل كرامتها وكسفت انتوني بالطريقة وهي بتفكره انها امراته ومعياله وانه حبها لي وواجبها تجاهه وتجاه بلدها كزوجة اولا وكموطنة رومانية ثانيا انها تيجي على نفسها وتوقف الحرب بينه وبين اخوها اكتافيا السيدر حتى لو اضطرت تجدب وتقول ان انتوني رجع لعقله وهيرعي واجبه نحياته طبعا في اللحظة دياته مع كم دمعة نزلت من عينيها واحساسها بالانكثار ودخول عياله زي الافلام البيض والسود وهما بيقولوا بابا 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 انتوني اتأثر جدا وقرر ان يرجع مع المدام على روم وبعد اقل من ساعة زمن كليوباترا دخلت عليه ستايل القلب المقصور وكلمتين دلع وحتة ان الست ضعيفة وحبك ملكني ورجع العيل في كلامه وقرر يستنى معي من احلى حاجة واحلى المواقف اللي حصلت في اكت فري ان كان فيه مشهد صغير بيجمع ما بين كليوباترا واكتافيا اللي اتنين ما شرشحوش لبعض بالمعنى الحرفي لكن كان فيه شرشحة على ليفل الباشن بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل واحدة فيهم بتتنافس مع التانية هي بتحب انتوني اكتر ازاي؟ اكتافيا بتتكلم بالعقل والواجب كليوباترا بتتكلم عن الباشن والحب اكتافيا بتتكلم عن الوطن وعن الخراب اللي تسببت فيه كليوباترا وكليوباترا بتتكلم عن كم الخسير اللي هي مستعدة تتكبدها عشان خاطر عيون المحبوب ولان درايدن ثور انتوني انه ما عندهش شخصية وكل دقيقة حد يأثر على مشاعره فيغير رأيه كليوباترا قررت تلجأ لليفل جديد من المحن والهبل وتعمل نفسها واقعة في غرام دولابيلا وان اف دي رومان جانرال في اكتافيس از اارمي عشان تخلي انتوني بقى يغير عليها وتضمن انه هو ما يرجعش على روم طبعا بعد الهزيمة النقراء وكمان خبر زي ده خلى انتوني عايز يصور قتيل وياكل كليوباترا علق اسخنة ما تنساهاش وهنا بدأت اول فكرة للتلاعب بمشاعر المحبوب ولتوراثتها الكلبوبات في زماننا الحالي قالوا هي انا اعمل نفسي ميتة من الزعل وركبولي الكانيولا ورواجت كليوباترا فعلا لخبر مزيف انها انتحرت خوفا من غضب انتوني فقام الشاملول بج بطنه انتحر لما لقاها خربانة خربانة وانه تهزم وفقط حبيبته فانتيديس دخل عليه لقاه بيموت وبيفرفر في اخر فتفوته في عمره فاتأثر جدا على ان صاحبه الانتين بيموت قام طلع السيف وبج بطنه نفسه وانتحر وهو كمان وفي اخر المصرحية درايدين جاب لنا كليوباترا قعدة بتعدد وتولول على حب عمرها اللي مات بسبب حيلة الكلبوبة اللي هي عملتها وقلبها المقصور خليها تفكر في انها تنتحر فجابت الحية وانتحرت ملكة مصر واخر كلمة على السنة هو اسم المحروس انتوني وبعد ما انتحرت كليوباترا انتحرت الوصفات بتوعها حزنا عليها ثم ماتت رابعة ومات شحير ابن حنجل وانتحرت حرقوفة بانتحر قفي بان وضع الصم مندقيا في قفاها فخرت كالبعبلي ومات شحلفون ابن حنجل وماتت ثحلبيسة بانتح الكبيس ومات الممثلون جميعا في هذا المسلسل ثم مات المنتج والمخرج وحينما ارد هذا المسلسل في التلفزيون مات المشاهدون جميعا كده نبقى خلصنا بارت 2 في قول فور لاف عرفنا بسرعة جدا الاحداث بتاعة المصرحية بتدور حوالين ايه ايه هي الريسورسز والكتبات اللي اعتمد عليها درايدن واستوحى منها مصرحيته وكمان عرفنا البرولوك بتاعه كان بيتكلم عن ايه لهجته العامة ومنظوره للنقاط اللي حواليه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا علشان تسمعوا معنا وتشوفوا الفيديو بتاع بارت 3 اللي حنتسكاس فيه بالتفصيل البريفيس اللي كتبوا درايدن عن المصرحية ديت وكمان سيبولنا في كومنت لو عندكو اي اسئلة او لو عندكو اي طلبات ان احنا نعمل فيديو تحليلي لأي عمل ادبي انتو عايزينه اشتركوا في القناة